اشتركوا في القناة قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الأكبر وقيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس إذن يا إخوة هناك نوعا من الجهاد الجهاد الأول الجهاد الأصغر وهو القتال المسلح لإعلاء كلمة الإسلام القتال لإقامة شعائر الإيمان القتال من أجل تصديق الشريع قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللي أنتو عملتو يا شباب هز العالم كله والدخلية عرفة ومتأكدة أننا اللي عملنا كده وأن المتوقع أنه ما يسحبونا واحد ورد تاني معلش الجرح اللي جرحنا للحكومة كان غويت حبيتين وانتو فاهمين كويس مهما تعرضنا لضغوط مهما تعرضنا لتعذيب ما بنعملش غير حاجة واحدة بس وانتو عرفينها كويس بارك الله فيكم سعد أمرك شيخ خالد والأخوي أحمد فين بيحضر درس مع الشيخ مصطفى فنحن لا نتكلم عن حكومة بعينها ولكن نتكلم على سبيل العموم فمثلا عندما سئل الإمام أحمد عن المأمون وقال إنه كافر بالله العظيم صحيح الكلام ده يا شيخ مصطفى الإمام أحمد لا كفر المأمون والأمر بيخرج عليه وهل يجوز مقاطعة الإمام أثناء إلقاء الدرس يا شيخ أحمد يا شيخ مصطفى قاطع السائل الإمام الباز رحمه الله وقد يرى أن هذا غير مستحل يا طرى السائل اللي قاطع الإمام الباز كان رني التليفون حلوة زي لانتليفونك كده يا شيخ أحمد فضل معايا يا شيخ مصطفى في ضربة مقاصمة صرحها مصدر أمني بوزارة الداخلية وقد يضعبها كل يامه لأعظم beat أوه بتصوّر أemsه عضّر ella وقد يضعبها بتطبيقها وأنتغى الأهلية العديدية بزر من قربات المطفى وتضعبها الحديثم자� مع Prison محمد الرائزي مطلعة تم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة مش هتقدر تغمض عنيك